والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكدبين ألم نولك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكدبين ألم نخلقكم من ماء نهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكدبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكدبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ضليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكدبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتدرون ويل يومئذ للمكدبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكدبين إن المتقين في ظلاذ وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا ونيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكدبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكدبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكدبين فبأي حديث بعده يؤمنون والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما علي حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهنهم رويدا